في كثير من الأشخاص بيعانوا من فقر الدم وهو الأشخاص يمكن الطبيب المختص بيوصف كذا نوع من الحديد يمكن هؤلاء الأشخاص يكن عندهم ضعف بامتصاص الحديد من الجهاز الهضمي على الكبد على الدم ولكن في كثير من الأعشاب اللي هي غنية بالحديد مثلا في عنا الأورتيكا أورينز أوراق يعني الأجزاء الهوائية من نبتة القرائس هي غنية جدا بالحديد وكذلك الأمر هذا الحديد الموجود بهذه النبتة هو سهل الامتصاص يعني ما في مشكلة بامتصاص الحديد من الجهاز الهضمي على الكبد على الدم كذلك الأمر نحن بنعرف أنه المورينكا هي الشجرة العجيبة اللي نحن نستعمل أوراقها فيها معظم الفيتامينات جسمنا بيحتاجها معظم الأملاح المعدنية اللي جسمنا بيحتاجها معظم الأحماض الأمينية اللي جسمنا بيحتاجها كذلك الأمر هي غنية جدا بالحديد والحديد الموجود بالمورينكا بشجرة المورينكا سهل الامتصاص ما بيشكل أي مشكلة بالجهاز الهضمي لحتى جسمنا يمتص الحديد من هذه النبتة من الجهاز الهضمي على الكبد على الدم والنتائج عم تكون جيدة جدا لما نحن عم نستعمل القريس وكذلك الأمر المورينكا مثل ما قالت هذه النبتات هني من آخر من النبتات بالحديد الطبيعي اللي هو سهل الامتصاص من جهاز الهضمي اللي إلنا